سريعاً هنروح للندا نتعرف منها على ملاخص سريع كمان لأحوال التقس تفضلي للندا الحقيقة يا شهزي فيه استقرار نوعاً ما في درجات الحرارة والأجواء تعتبر ألطف شوية من الأسبوع اللي فاتت كان وضح من المبارح بالليل شوية أن الجو حيبقى يعني النهاردة ألطف من الأهم اللي فاتت ده الزبط خلونا نستعرض مع حضراتكم مشاهدينا جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية غير أنه فيه نشاط لرياح أحياناً على بعض المناطق درجة الخرارة في القاهرة النهاردة 34 وأعلى درجة خرارة هتكون في أسوان 44 وأقل درجة خرارة في مرسى مطروح 30 هنتابع مع حضراتكم أحوال التقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية